الحقيقة عايز أبدأ مع حضراتكم أن الكلام اللي أنا حقوله ده هو كلام مش موجود في الكاميرا الخفية أو إحنا مش بنعمل برنامج للكاميرا الخفية إحنا بنعمل برنامج عن الرياضة المصرية عن الرياضة في النادي الآلي وعن الرياضة المصرية أنا بكلم حضراتكم بأمانة أو زي ما بقول لحضراتكم الجو اللي إحنا بنعيشه في الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة يعني أنا بحط نفسي بصراحة يعني أنا بحط نفسي مكان لعيبة المنتخب الأولمبي مفروض أن أنا كلاعيب مجهز نفسي ومجهز شنطتي عشان أسافر النهاردة واروح إلى باريس فجأة حد يجي يقول لنا لا معلش في مشكلة في الورق وحضراتكم مش هتسافروا اللي هو إزاي يا جماعة؟ ده منتخب وإعداد ومعسكر وحجوزات ومتشاط ودية وأحمال تدريبية وخطة عملها المدرب وتكاليف مالية من فنادق وملاعب ومتشاط والتزامات وفي الآخر اللعبة دي لو اتغلبت ييجي واحد يقول لك إيه؟ اللعبة دي فاشلة اللي هو إزاي فاشلة يعني اللي هو بعد كل اللي احنا بنسمعه بغد النظر عن مين هو السبب اتحاد الكرة نزل بيان قال في إنه هو ماريوش علاقة وإنه هو مستني التأشيرات من الصفارة الفرنسية أو الـ ID بتاع اللعيبة اللي هو بيعتبر تأشيرة ولكن يعني إيه بأسة منتخب مصر اللي رايحها لأولمبياد ما جهزتش ورق الصفر أو ورق الصفر لسه مجلهاش رغم إن الطائرة محجوزة وده بيان رسمي من اتحاد الكرة يعني اتقال إن الباسة كانت عامل حسابها إن هي هتسفر بالـ ID بتاع الأولمبياد حلو ده صح ولكن لما تكون مسافر الإسبوع اللي جاي عمرك ما هتعرف تخش أو يعني الإسبوعين 3 بدري عن أولى المباريات الرسمية اللي هو يوم 24 وحضرتك هتسافر يوم 11 أو 12 فاستحالة تدخل فرنسا من غير فيزا ما ينفعش تخش بالـ ID لأنه فيه وقت معين بتخش فيه لأنه فيه وقت معين أنا آسف لاستقبال الوفود اللي بتشارك في الأولمبياد على الأقل قبلها بإسبوع فانت رايح قبل الإسبوع ده كمان عشان عندك ماتشات ودية ومعسكر هل حضراتكو قدمتوا على بيست الشينجن للمنتخب ولا لأ طيب لو قدمتوا قدمتوا إمتى لو من بدري وما أخدتهاش لغاية دلوقتي تبقى مصيبة ولكن لو ما قدم النهاردة أو اليومين 3 اللي فاتوا تبقى مصيبتين 3 الاستهتار بالرياضة المصرية وصل إلى هذه الدرجة وصل لمرحلة غير مسبوك فيه حاجة غلط يا جماعة ويجب أن نعترف والواحد بيتكلم بريت مهادي جد يجب أن نعترف أن احنا عندنا مشكلة فيه مشكلة بتحصل فيه حاجات غلط كتيرة جدا ووضحة وضوح الشمس يجب أن يكون هناك وضع لحد اللي بيحصل تخيل حضرتك أن أنت يجي عندك خبر الصبح أن منتخب مصر معوش فيز يسافر لأن الوضع اللي احنا فيه ده خطر على مستقبل الكرة والرياضة في مصر يعني هو فيه كده في الدنيا يا جماعة هو بجد الكلام اللي أنا بسمعه ده في حقيقي أنا من الصبح لغاية دلوقتي بحاول أفهم الموضوع ده ماشي إزاي مش مصدق نفسي والله العظيم أنا والله أنا حاسس أن احنا في الكاميرا الخفية أنا حاسس أن اللي بيحصل ده يا جماعة ده هو اللي احنا شايفينه من تراهل إداري ده طبيعي وبعدين حد يطلع يدفع وحد يطلع يقول وبعدين في الآخر تيجي على اللعيبة تقول اللعيبة فاشلة ومنتخب فاشل ومدرب فاشل على فكرة ميكالي من المدربين الجيدين جدا وده كلام بسمعه من كل اللعيبة اللي كانوا موجودين واللعيبين اللي موجودين لعيبة جيدة وتستحق ولكن هو إيه اللي بيحصل ده يا جماعة انت فين يا بركات في القصة دي انت فين يا كل الناس اللي موجودة في اتحاد كرة القدم انتوا فين في القصص دي بيستنين اي دي اللي المفروض ان انتوا كلكوا عارفين وكلكوا أسات زكبار في الإدارة في اتحاد الكرة كلكوا عارفين انه هناك معاد محدد لاستقبال الوفود ما ينفعش تروح كده قبلها وهل ينفع ان انت تكون مقدم على الشنجن ومنتخب مصر ايه منتخب مصر ياخد وقت أطول من شهرين او الزكان ده اللي محدش اداني المعلومة دي صراحة هل ده كلام يا جماعة هل ده كلام ينفع يتقال هل ده لو الواحد طلع قاله زي ما حضراتكم شايفين هل لو الواحد طلع قال الكلام ده لحد هقول لي يا عم انتو انتو تشغل يا ابني في بنامج الكاميرا الخفية مش في البيت الكبير لو حد عم بيتفرج عليها دلوقتي هقول لها يا جماعة انتو انتو بتهزروا كلام ده استحالة يحصل والله يا جماعة مش انا اللي بقول اقول بيانة هو المنتخب الأوليمبي ينتظر استلام التأشيرات للسفر الى معسكر بردو انا والله ما مصدق ان ده بيحصل طرحه الاداري كبير جدا 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 المفروض ان خبر زي ده لو شفته لو يعني كان ينفع ان انا شوفه كنت شوفه قبل السفر باسبوعين ثلاثة مش يوم السفر طب انا عايز اقول لحضراتكم ان اللعيبة كانت عاملة حسابها ان هي مسافرة والله ما يعرف بجد انا مش بهزر والله اللعيبة ما تعرف حرام علينا والله حرام علينا كمنظومة رياضية اللي بيحصل للمنتخب الأوليمبي قبل السفر الى أولمبياد باريس 24 هل ده طبيعي يا جماعة اللي بيحصل والله ما لاقي كلام اقوله والله ما لاقي كلام اقوله ولا عارف اقول ايه في مثل هذه الحالة لا اعلم كيف اتكلم او لا اعرف كيف اتكلم لانه مش عارف مش عارف عموما احنا في ظهر منتخبنا وحنفضل وقفين في ظهر منتخبنا لان اللاعبين والجهاز الفني ليس لهم علاقة بما يحدث اللاعبين والجهاز الفني ما لهمش علاقة باللي بيحصل ده تفكير سازج للبعض ودانا لهذه النقطة اللي احنا شايفينها انه يتقال كده انه يتقال انه مستنين التأشيرات لما تيجي فان شاء الله لما التأشيرات تيجي هنسافر شكرا شكرا